الأزياء اليمنية النسائية بالتحديد صبري لها تمييزها فهي نابعة من حضارة عريقة والمرأة اليمنية ترتدي الثوب تحت العباء الصنعانية التقليدية أو التي تسمى بالستارة التي لا تزال من أبرز ملامح الزي التقليدي للمرأة في العاصمة وهي قطعة قماش قطنية مربعة الشكل كان لونها أبيض في البداية وزخرفت بأشكال هندسية باللونين الأحمر والأسود وبعض الأحيان هناك أيضا نقشات باللون الأخضر تميزت بنقوشها وزخارفها المصدحمة في الوسط وفي الحواف والأركان أما مدينة عدن الجميلة فعرفت هذا التنوع في الأزياء منذ فترة مبكرة من تاريخها نوعا من اللباس التقليدي إذ تلبس المرأة الفستانة المسمى بالمذية البدوية الذي كان يسود منطقة الجزيرة العربية وكان يصنع من القطن والحرير وكان أيضا القنبة ضمن أزياء العروس الصنعانية وهذا شكل مخروطي يضع على الرأس لم يعد يستخدم الآن إلا قليلا ومن أقطية الرأس أيضا القرقوشة الذي صار مقتصرا على بنات الجالية اليهودية أيضا كما كانت المرأة اليمنية تضع فوق رأسها المشقر وهو عبارة عن باقة من الريحان والزهور للزينة والرائحة الطيبة والمقرمة وهي غطاء الرأس يتم غرز المشقر وسط شعر الرأس مجدودا عليه بالمقرمة وقد تقريبا اندثرت هذه العادات إلى حد ما ولكن ما زالت المرأة اليمنية تحتفظ بهذه الثقافة في الزي اليمني الرائع وإضافة بعض الأشياء الحديثة إليه وموضوع حلقتنا اليوم هو عن الزي الشعبي للمرأة اليمنية